موسيقى موسيقى الوداد يكمن في اللاعبين وليس في المدرب موسيقى ما هو المدرب تغير في الوداد الرياضي هذا الموسم ولكن لم يتغير شيء نفس الآداء نفس المرضوط نفس الطريقة اللاعب نفس الأخطاء الكاريتية غياب الروح غياب العازيمة غياب القتالية غياب أيضا اللمسة الآخرة بالرغم بعض المرات تجو فرص يستمر نفس المشكل فريق الوداد يعني اليوم شفنا الجيش الملكي كيف ما قلت الرغبة ديلة كانت واضحة منذ أول دقيقة كان داخل وبغي يحقق الانتصار ولا شيئة غير الانتصار صوت الأول كان بإمكان الجيش الملكي يحسم اللقاء لصالحه وأسوأ لاعب في صوت الأول من الوداد الرياضي المدافع فرحان فرحان فعل كل شيء أي خطأ يطح لك على بالك داروا في صوت الأول نبدأ بالثانية ثلاثين خطأ لا يغتفر أعطى كرة فوق طبق من ذهب لللعب إيجامان اللي لو لا تعلق الحارس المطيع كان بإمكان إيجامان يسجل هدف الجيش الملكي في أول دقيقة من بعد ذلك تسبب في ضربة جزاء تدخل بواحد طريقة غير مفهومة تماما وهذه الأشياء تتبيل لك على أن كين شي حاجات كين تعتبروا أبجة ديال الكرة عمرك ما تدخل بدك الطريقة بدك التكل يعني خصوصا لما يكون لعب سريع أمامك لعب حمودان صيد إيجامان في ضربة جزاء بواحد طريقة صراحة طريقة ماشي ديال لاعبين محترفين اللي تشوفو تيلعب في فرق كبير من قيمة الوداد الرياضي ضربة جزاء أضاعها اللاعب حريمات ضربات فلقائي من بعد ذلك يستمر مسلسل الأخطاء الكاريتية من اللاعب فرحان سوء في التموقع وسوء في التغطية كالصالورجو تموقع دياله كان تموقع غريب نزيد عليها مرة أخرى لما قرب من اللاعب حريمات حتى التدخل دياله ما كانش تدخل أصلا كان تغطية خاطئة اللاعب حريمات كفر على تضيع دياله ضرب جزاء وسجل هدف بكرة رأسية في مرمى الحارس مطيح يعني غي إذا اختزلنا غير أخطاء اللي دار فرحان في الصوت الأول كان بإمكان الجيش ملكي لو أنه استغل أخطاء فرحان غير بوحده يخرج منتصر بـ 3-0 خطاء في الثانية ثلاثين ضرب الجزاء ونزيدوا عليها الهدف ليسجلوا اللاعب حريمات يلزلنا الأخطاء الأخرى الكاريتية التي تتوكبت من الدفاع كيف ما قلت الجيش الملكي كان بإمكانه اليوم ينتعصر بخمسة ولا استدي الأهدف وأنا لا أبالغ فيما أقول شحن منفرة ضاع انفرة كثيرة ضاعت ولولا تعلق الحارس المطيع كانت اليوم تكون نتيجة تاريخية ونتيجة كاريتية الشيء الأكيد على أن الوداد 70% أو 80% من اللاعبين الذين كانوا في الوداد الآن لا تنظر على أن بقى عندهم شي حاجة يقدموها الوداد الموسم القادم لعبين صراحة تتحس على أن أشباح تأخر رقعة الملعب والشيء الغريب الشيء الغريب الذي يتساءل عليه أيضا بعض الجماعية الودادية هذي اللاعبين لبعض منهم كانوا تقدموا مستويات كبيرة ولكن هذا الموسم تراجع كبير وتراجع رهيب في مستوى الأغلبية لللاعبين حتى الصفقات الجديدة اللي جاءت الوداد لم تقدم ذلك الإضافة المنتظرة منها مشكلة الوداد مشكلة الوداد في اللاعبين لعبين يعني صراحة كيف ما قلت نسبة كبيرة منهم ما بقاش عندهم الإضافة اللي يقدموها وما يستحقوش على أنهم يلعبوا في الوداد الجيش ملكي اليوم كيف ما قلت أقل مجهود بطريقة دكية جدا عرف كدير يخرج باللقاء البر الأمان استغل الأخطاء الكالتية في دفاع الوداد شيء الوحيد أو النقطة السلبية الوحيدة اللي في اللقاء ديالليوم بالنسبة الجيش ملكي هي إضافة الفرص لأن الوداد في التواني الأخيرة جاوه بعض الفرص كان بإمكانه يعدل النتيجة لجيش ملكي جاتوا المرة اللولة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بشقت اللقاء والسجيل الهدف الثاني ولكن لم يفعل هذا الأمر وما تعودناش على أننا نشوف الجيش الملكي تضيع هذا الكم الهائل من الفرص شيء لا أكيد على أن استراتيجية الجيش الملكي في اللقاءات الأخيرة تغيرت ما بقى ذلك الانتصارات بحصص كبيرة ولا الفريق تحاول على أنه يأمن اللقاء يسجيل هدف ولا جوج ويدافع عليه بكل ما أتيه من قوة عكس لقاءات أخرى لكن لا تنشوفوا الجيش الملكي تنسى صرب ثلاثة واربعة وخمسة أكيد على أن البطولة قسربت من النهاية وأهم شيء في اللحظة الحالية هو تحقيق الانتصارات والمحافظة يعني الجيش الملكي الهدف يليو يحافظ على فارق النقاط بينه وبين الرجاء الرياضي الرجاء الرياضي يوم غد سار يرحل لمواجهة شباب المحمدية والرجاء الرياضي حسابيا ما زل عنده أمان حسابيا بالرغم من صعوبة المهمة الرجاء الرياضي ما زلوا ستادي اللقاءات يوم غد مطالب بالانتصار إذا ما أراد حفاظ على فارق دي ربعا دي النقاط وبعد ذلك جاية خمسة دي اللقاءات الرجاء الرياضي يعول على تعطر الجيش الملكي والجيش الملكي الشيء الأكيد على أنه احتوى تعول على تعطر الرجاء الرياضي باش يقرب أكثر وأكثر من لقب البطولة المغربية وباش يحقق لقب البطولة المغربية للمرأة التانية على التوالي نبغي نعرف أرادكم في القادة اليوم يعني كي جاكم المستوى شنو السبب لخلي الويداد يوصل لما وصل إليه في اللحظة الحالية واش مشكل دي اللاعبين واش مشكل دي المدرك أنا سنشوف على أنه مشكل لاعبين يعني ممكناش أيضا نحملوا المكسب المسير الحالي ما يحصل الفارق الويداد يعني المكسب المسير الحالي على الدرجة معام المكسب المسير الحالي تحاول على أنه يوقف على رجله تحاول على أنه يعني إصلاح الأخطاء اللي كانت سابقا هذا الأمر سيتطلب مجهود وسيتطلب عمل وسيتطلب أيضا وقت والمركاتو الصيفي دي الويداد الشيء الأكيد على أنه غير يكون مركاتو خاص يكون مركاتو كبير إذا ما أراد الويداد الموسم القادم تجنب سيناريو هذا الموسم يعني بعد الهزيمة دي اليوم الويداد يبتعد أكثر وأكثر على المركز التالي نظر بركانية إلى انتصر يوم غد شيء الأكيد على أنه سيعقد مأمورية الويداد في المشاركة في كأس الموسم القادم كان هذا كل ما يخص حلقة دي اليوم إلا أعجب عليكم الحلقة دعمونا بلايك وشاركوا في خلال بجداء نسوك برهول باورك معكم مريد من قناة سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر